وكان الرئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أو الركن عبد الوهاب الساعد كشف عن إعداد استراتيجية أمنية تمتد إلى خمس سنوات تهدف إلى ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد الساعد أوضح أن الاستراتيجية الجديدة ستعتمد على الخبرات والتجارب التي اكتسبتها القوات الأمنية طوال السنوات الماضية مشيرا إلى أنها تركزت على قضيتين الأولى منع العمليات الإرهابية والثانية حماية المجتمع من الإرهاب والفكر المتطرف اشتركوا في القناة